اشتركوا في القناة ابلغ ركبه معي ورحناه طبعا يقول انا ماني مطوع لكن انا احب الدين يقول وحب انشر الخير دائم معي ايش الطوبة ازاي على الشباب قلت زاك الله خير انا داعية قال لي الشباب دولي طبعا شاباني ماني مطوع ما اخذيه راحتهم يقول سبحان الله جاء مرت علينا وقت صلاة العصر ووقفنا عند محطة محطة بنزيم عشان نوقف عند المسجد ونصلي في الخط الشرقية يقول قلت لهم يقول صراحة انا كنت منحرج منهم ايا ما اعرف يعني احد لا اعرفت ادعوهم ولا عفض حادي يقول قلت لهم يا شباب بس واش رايكم انصلي صلوا بنمسك الخط ثاني مرة يقول اللي قدام اظهر انه الزعيم هو زيجي اللي قدام قال لهم قال لي راعد تاكسي والله ما عليش الحبيب احنا ما نصلي صلي انتو تعال اطاه اياك اش يقول سبحان الله كيف بهالجورة يقول ما نصلي كيف انسان يعيش على الارض ما يصلي اللي يقطع صلتها بالصلاة يقطع صلتها بالله واللي يقطع صلتها بالله يقطع الله عن قلبه الراحة كيف انسان يعيش ما يصلي يقول يقول كلام عجيب يقول فكرت لهم يا شباب صح يعني احنا قاعدين نرتكب ذنوب خطايا بس حد يا شباب بالصلاة اذا ما صلينا واش بكلنا في الاسلام مش باقي اصررت عامود يدي اذا اسقط هذا العامود سقط كل شي يقول سبحان الله استحى هذا اللي قدام اللي قال ما نصلي استحى تبت على اخوية ربعة قاله مش رايكم يا شباب خلونا ننزل نصلي يقول فانزلوا اربعة هم انا خامس هم يقول سبحان الله توضينا دخلنا المسجد طبعا يقول انا امطوع حقهم يقول فاندخلت صليت ابوهم ركعتين مسافر يقول اول ما اخلص المسطلات تلتبت لقيت هذا اللي قدام مطول في السجود واخوي انا بعد ما خلص المسطلات يمازحونه قالوا شيكم ساجد مطول خلاص قم يقول فحركنا فاذا هو ميت الله يا اخوان مات قبض الله روحا يعني كان ملك الموت موجود في المسجد وما قبض الا فلان يقول تخيل كل ربع وخياء اللي معه ما كانوا مصدقين يقول حتى واحد منهم بتجيب الموت يكبه على وجهه يا فلان واللي يبعدن عند قلبه يشوف ما زل حي ولا كيف هل هو ما صحيح مات ام كلان مهم صدقين الشباب يقول كلهم قاعدوا بكون خاصة فيهم واحد يتقطع من البكاء ارضا من بكاء الطفل يقول انا قاعد تهديهم خاصة باك اللي يبكي بشدة يقول فاذا هو اخوه اللي يصغر منه يقول واخد تهديه قلت له ابن حلال قضى وقدار ولازم نؤمن بهذا قال والله اني ما يبكي على موت خوي لكن تذري ان خوي هذا انا وياه من خمسة عشر سنة ما نصلي لله وقبض الله روح الله وساجد اي رحمة من الله والمر اذا مات على شيء بعد عليه بانتقم الله منه ربنا يبيننا التوب يبيننا الخير لا يرضى لعداده الكفر لا يرضى لنا الفسوق المعاصي ما عضان السامع عضان البصر انت تنفس بنعمة الله تستنشق بنعمة الله تأكل تشرب تجلس تتحرك انت تتقلم في كل ذلك من نعم الله من عضاك البصر الله غيرك ما يشوف من يعضاك السامع الله غيرك ما يسمع من اللي يعضاك الرجلين تروح وتجي على كيفك ما حد يمنعك الله ما يكتر يمشي هذه النعم من يمجك انه الله يقول بنالم الساد عجبا لمن يغص الله بنعمة الله كيف هؤلاء يغصون الله والله يصب عليهم انواعا من النعم هو لجعلك مزلم استطاك من بين ملايين الناس وجعلك نطفة في رحم مزلمة اي نعم نتكلم عنها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان اللي يشكرون النعمة وان اللي يسخرون النعم تلك بطاعة الله غيرك يا اخي يهودي غيرك نصراني غيرك مجوسي غيرك عبد النار غيرك عبد الشجر والحجر وانت تعبد الله الذي لا الهان له لا تركع الا له ولا تسجد الا لا ولا تتوكل الا عليه ولا تفوض امورك الا اليه اذا فيك هم طائم صدرك امراض ديون غموم غموم عندك رب الناجيه عندك اله تامده ويف الرجل هموم هو الذي يديه كل شيء غيرك من الديالات الاخرى اذا صار لهم روح انتحر شنق نفسه قتل نفسه سقط في مرافل المخدرات والمعاصي يبغى يطلع من الاموم هذو هؤلاء حال الذين لا يعرفون الله شكرا للمشاهدة